وحول هذا الموضوع تنضم إلينا من موسكو سيدة إلينا سبونينا المحللة السياسية ومديرة مركز آسيا والشرق الأوسط في موسكو سيدة سبونينا سأركز معك على تداعيات هذه الاعتداءات أصابع الاتهام تتجه نحو الإسلاميين إسلامي الققاز هل سيكون لهذه الاعتداءات أي تأثير على وجود الأقليات المسلمة في المدن الكبرى مثل موسكو لا لن يكون التأثير على وجود الأقليات الأخرى في موسكو وغيرها من المدن هذه هي ليست أولى عملية إرهابية من قبل الانفصاليين الشيشان كثير من الروابط ومنظمات الأقليات بما فيها إسلامية قد أدانت هذه العملية الإرهابية فلحتى الآن من هذه الناحية هناك هدوء على أقل في عاصمة روسيا مدينة موسكو وغيرها من المدن ولكن لا أخفي عليكم بأن المواطنين متخوفين من إمكانية محاولة تكرير مثل هذه العمليات ليس فقط في مدن جنوبية في روسيا مجاورة لمنطقة شمال القوقاز ولكن أيضا في مدن كبيرة مثل موسكو وسانك بيتربورغ نعم أما بالنسبة للألعاب الأولمبية المزمعي تنظيمها في سوتي هل ستؤثر هذه الاعتداءات على مجرياتي أو على التنظيم لهذه الألعاب نعم بالتأكيد سيكون هناك التشديد الأمني من قبل السلطات الروسية لأن الانفصاليين الشيشان ودغستانيين وغيرهم في شمال القوقاز قد هددوا منذ الصيف الماضي بتوجيه الضربات على مدنيين روس بسبب اقتراب الألعاب الأولمبية في مدينة سوتي وهذه الألعاب ستبدأ في شهر فبرائر بالإضافة إلى ذلك العمليات الإرهابية في مدينة فوقغراد قد حدثت قبل أعياد عيد رأس السيناء وهذا ليس لأول مرة الإرهابيين يقومون بمثل هذه العمليات قبل أعياد مهمة في روسيا وهذا لزرع شعور الرعب ما بين المواطنين السيدة إلينا سوبونينا المحللة السياسية ومديرة مركز آشيا وسيا والشرق الأوسط في موسكو شكرا جزيلا لك